نظمت راهبات الفرنسيسكان مرسلات مريم وبدعم من البعثة البابوية والمركز اليسوعي في عمان دورتين روحيتين لأربعين شخصاً من الأردن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان ومصر قدمها الأب زكي صادر اليسوعي وقد كانت الدورتان بعنوان شفاء الذكريات وفن التعصيم وخلال الدورتين التي أقيمتها في مركز سيدة السلام طريق المطار اكتشف المشاركون الجروح التي مروا وعبروا عنها بطرق مختلفة وقد ساعد الأب زكي المشاركين بالدورة على اكتشاف الطرق التي يمكن من خلالها أن يحولوا هذه الجروح إلى سبباً للحياة خلال ثلاثيين المنطلق تبع الدورة هو أنه نرصد تصرفات تعيق حياتنا ومنكتشف خلف هالتصرفات اللي تعيق حياتنا التصرفات منقوم فيها بالحياة اليومية أنه فيه وراها جروح لم تتم المصالحة معها ومنبلش بمسيرة مصالحة مع هالجروح المسيرة تتضمن بعض أدوات جايبينها من العلاج النفسي إذا بدك وخاصة العلاج السلوكي من بعض أدوات العلاج السلوكي يعني ترابي كومبرتومنتال وبعض الأدوات أكيد هي من الحياة الروحية من الصلاة وخاصة الصلاة بحسب روحانية الإيديس غناطيوس فمنعمل اختبار قيامي يعني نعمل اختبار كيف إنه هالجروح يلي مرات كتير منتمنى لو ما حصلت بحياتنا نشكر الله لأنه صحيح هي بشعة ولكن كانت بالنسبة لإلنا طريق لنتعلم إشياء ونتقدم ونعيش أحسن أشكر ربنا على كل شي عشنا كمجموعة مع بعض أنا شخصيا عشتها وحسيت إنه فعلا فيه شي جزء كتير حلو إنه يسوع بيدخله وفعلا بحررنا فيه لأنه إحنا فعلا بنتكبل من خلال ذكرياتنا المؤلمة بدي أشكر من خلالكم أو شي بدي أشكر على نورسات وعلى كل المواقع اللي بتساعدنا دايما بتدعمنا بدي أشكر كمان ربنا على الباعة البابوية اللي هي بتدعم دايما هالمشاريع هالمرة كمان دعمتنا دعمونا لأبال يسوعية بهذا الموضوع فأكيد لولاهم ما منقدر نقوم بهيك دورات ومنطب من ربنا دايما إنه الله يدعمنا بهيك أشخاص حتى نقدر نكمل هالمسيرة انبساطت كتير لأنه موضوع كتير بهمني والسنة الماضية يمكن اشتغلت كتير على الموضوع على نفسي وكان في دورات لشفاء الجروح الذكريات أو الصدمات ولكن الشيء المختلف بهاي الدورة كان إنه فيها نعمة وبركة في الخطين الروحي والنفسي سوا لأنه الإنسان هو شخص متكامل ما فينا نفصل هذول الجزئين عن بعضهم البعض فكان فيها غناء وبركة ففي شيء علاجي أكيد حتى الواحد ينشف من الجروح وتصير هاي الجروح بدل ما تكون مكان موت بيصير مثل المكان أو الجروح اللي عبّى محله نعمة وفاض فيها الثمر اللي عشته من يومها لليوم والفرح اللي صار في حياتي صرت أفكر أنه دايماً كل حدا لازم يعيشه كل حدا لازم يختبر نفس الثمر ويختبر نفس الفرح وعشان هيك فكرت أنه لازم نرجع نرتب هالدورة في الأردن وحكيت مع سرسناء واللي اكتشفته في المجموعة الثانية هاي السنة أنه عاشوا نفس الاختبارات اللي عشناها في المجموعة الأولى ومتأكد أنه رح يعيشوا نفس الثمر في السنين اللي رح تيجي كانت خبرة كتير غنية مؤثرة فوتت لها زوايا متوقعتش أنه أنا أفكر فيها أو أصل لعيش هنا أو أنه أتأمل فيها كانت كتير عميئة وبشكر كمان الأب زكي خلاني أنه أوجهنا كيف نحن نوصل لهاي المراحل وكيف ننشفها يساك طلعنا مع أدوات وعن جد الواحد أنا عشان أتقدم وإسم بلش مرحل جديدة بحياتي وعشان أنا أبلش هذه المرحل جديدة أو أتعرف على أشخاص جديدة أنا مجبورة أنه أنا أنشف من تجاربي السابقة فهذا اللي شي بنفعش أنه أنا بعدني هيك كابتب قلبي أو بعد فيه شياء التراكمات فإحنا لازم ننشفها بالأولة أنا عشان أتقدم وأبني علاقات صحية مع حالي ومع ربي ومع الحياة دورة جدًا غنية يمكن بتهيئ لنا بالبداية أنه إحنا ما عنا أو أعمارنا صغيرة ما عنا ذكريات كبيرة بس بالعكس نكتشف أنه عن جد فعلاً عندنا ذكريات كبيرة ومرات مؤلمة إحنا بحاجة ننبش عليها لحتى نتقدم بحياتنا نشفي هاي الجروح اللي عنا أكيد يعني الجروح هاي ما بتنشفها بيوم أو يومين بس بهاي الدورة تعلمنا شوية أدوات تساعدنا لحياتنا كيف إحنا ممكن نكمل لقدام بالنسبة لهذه الرياضة بالذات يمكن الأول بيفكر للواحد أنه هو يمكن نسي الذكريات اللي عاشها الأليمة بس هي ممكن تطلع وبالنهاية هي المسيرة مع الروح ومع الله هي مستمرة ما بتخلص برياضة ولا برياضتين ولا بيوم ولا بيومين هي مسيرة طول الحياة ودايما هي مسيرة للأفضل ودايما الله بيعطينا بيوجينا طرق جديدة بتكون كتير مفيدة لألنا هدف من مشاركتي هو اشتياء لأنه أنا هول الرياضات كنت شارك فيهم تقريبا من الألفين واثنين مخيمات ورياضات وهول الرياضات بالنسبة لأليهن أساس للواحد يعرف كيف يدخل حياته الروحية مع أحداثه اليومية مع كل شي بعيشه بشغله بجامعته بكل شي عم بيصير حواليه أنا اجيت شاركتي بهاي المحاضرة بصراحة كثير استمتعت حسيت أنه مو بس أنا عندي ذكريات أحيانا إحنا نحس أنه بس إحنا لحالنا عندنا ذكريات لا الشي اللي جمعنا كل واحد كان عنده ذكريات معينة مشرط من حرب وممكن ذكريات نفسية ذكريات أحيانا تكون مأثرة علينا جسديا التمارين اللي عملناها كانت كثير حلوة وكثير حاولت أنه تطلع من عندنا الأشياء السلبية أنا أشكر أبونا زكي على تعبوا معانا لأن بصراحة لمدة ثات أيام كانت متواصلة ومن الصبح دا المساء دا الليل يعني كنا على تواصل معه وشكرا لكل اللي دعم هاي المحاضرة وشكرا لكم